أهلا بكم قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان إنه سيقدم استقالته إلى مجلس النواب وذلك حقنا للدماء وأضاف البيان أن عبد المهدي سيرفع إلى مجلس النواب كتابا رسميا بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة وعلل عبد المهدي قراره بالمحافظة على دماء أبناء العراق وتفادي انزلقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب وكذا عبد المهدي أنه سبق وأن طرح خير الاستقالة مسبقا وذلك لتحقيق مصلحة الشعب العليا على حد قوله وكان المرجع الشعي الأعلى في العراق علي السستاني قد دع البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة هذا وحث سستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثل المرجعية في كربلاء حث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة إن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب هذا وكان زعيم التيار الصدري قد حتى في بيان الحكومة على الاستقالة فورا حقنا للدماء وقال إنه لن يشترك في أي حكومة فاسدة أو انتخابات مقبلة كما أعلن تحالف والفتح بزعامة هادي العامري أنه بالتشاور مع الكتل السياسية سيمضي في إجراء التغيير اللازم الذي فيه مصلحة العراق من جهته حتى حزب الدعوة بقيادة أمينه العام نوري المالكي جميع الأطراف العراقية على اختيار رئيس الوزراء ليرضي الجميع في حين طالب رئيس الوزراء العراقي سابق حيدر العبادي بعقد جلسة برلمانية غدا السبت لسحب ثقة من الحكومة ويشخل رئيس الحكومة العراقية عادي العبد المهدي المنصبة منذ 2 أكتوبر من العام الماضي عندما تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح ولنتعرف عن قرب على شخصية رئيس الحكومة الذي شغل مناصب عديدة قبل توليه رئاسة الحكومة نتابع هذا التقرير هنا في العراق صدحت حناجر العراقيين برحيل حكومة دعوها بالفاسدة على رأسها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي وقدم الاسطيطانيين في سموار ولد عبد المهدي في بغداد عام 1942 وينحدر من عائلة برجوازية حيث شغل والده منصب وزير خلال عهد الملك فيصل الأول يعد عبد المهدي أقرب للعلمانية بحسب العديد من التوصيفات لشخصيته التي تدرجت من الإيمان بالقومية عبر الانتماء لحزب البعث الذي تركه وهرب من العراق بعد عام 1968 ثم بالشيوعية الماوية التي انتمى إليها أثناء وجوده في فرنسا حيث أكمل دراساته في الاقتصاد وحكم عليه بالإعدام في فترة صدام حسين عمل مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي عندما كان في منفاه في إيران وشغل مناصب عديدة كنائب رئيس الجمهورية ووزير النفط والمالية وهو أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هذا وشغل عبد المهدي منصب رئيس الحكومة في الثاني من أكتوبر العام الماضي واليوم يعلن نيته الاستقالة هذا وتبقى عيون العراقيين مترقبة لما ستأول إليه الأمور في بلد ينخر فيه الفساد المالي والسياسي ويستنزف شعبه مع كل مطلب يرفعونه ننضم إلينا من بغداد مرسلنا طارق ماهر طارق هل فعلا سيستقيل عدل عبد المهدي أم هو تلويح بالاستقالة كما لوح به سابق نضال هو قرار بالاستقالة بعد شهرين كاملين من الاحتجاجات هذا القرار لا بد أن يقدم بطلب رسمي إلى البرلمان العراقي الذي سيعقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل يتم من خلالها مناقشة هذا الطلب ثم عرضه على التصويت النظام الداخلي للبرلمان يشترط أن يصوت 165 نائبا زاعد واحد وهي الأغلبية العددية داخل البرلمان العراقي لكي يتم إقرار هذا الطلب ويصبح نافذا لكن في الشق الثاني من الإجراء لا بد أن يبقى عادل عبد المهدي وحكومته إلى فترة انتقالية تتجاوز 15 يوما وقد تصل إلى ستة أشهر بالتالي هذا الموضوع يعني أن هذه الحكومة باقية إلى أجل غير مسمى وبقاؤها مشروط مشروط باتفاق الكتل السياسية على تسمية بديل لرئاسة الحكومة ومعروف عن القوى السياسية العراقية المتنفذة وعددها 12 حزبا معروف عنها التأخير والمماطلة والتسويف في الاتفاق أو التوافق على تمرير اسم لرئيس الحكومة هذا ما عاهدناه خلال أربع انتخابات مضت للبرلمان العراقي وبالتالي هذا الموضوع مطروح للنقاش بين زعماء الأحزاب المتنفذة للاتفاق أو التوافق على اسم أو مرشح جديد لخلافة عبد المهدي هل هناك رضا باستقالة عبد عبد المهدي في الشارع العراقي أو حالة استقبال إيجابي لهذه الاستقالة نتحدث عن ساحة التحرير وكذلك ساحات التظاهر والاحتجاج في المحافظات الأخرى من العاصمة بغداد وصولا إلى أقصى الجنوب العراقي في البصرة استقبل المتظاهرون هذا الخبر بالتهليل والفرح وكذلك بالهتافات لكنهم قالوا بأن للحكاية بقية لأن استقالة رئيس الحكومة لا يغير شيئا من الواقع السياسي في البلاد طالما أن الأحزاب المتنفذة والطبقة السياسية ما تزال تقبض بيديها على ملف صناعة القرار المتظاهرون يؤكدون بأنهم باقون في ساحات الاعتصام والاحتجاج حتى إزالت هذه الطبقة السياسية عبر إقرار قانون انتخابات منصف على حد وصفهم وتغيير مفوضية الانتخابات لكي يتم إجراء انتخابات مبكرة تبعد هذه الطبقة السياسية التي يصفونها بالمدعومة إقليميا على حد قولهم وهم يصرون على حكومة جديدة ونواب جدد ينتخبونهم هم وليسوا عبر الدعم الإقليمي والدولي كما يقولون شكرا لك طارق نهر مراسلنا من بغداد ميدانيا ارتفعت حصيلة قتل المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في الناصرية مركز محافظة ذيقار إلى 35 قتلا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كما أصيب أكثر من 150 متظاهرا بعد أن استعملت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين من جسري الناصر والزيتون وسط مدينة الناصرية تحدوا السلطات وكسروا حضرة تجوال حاملين نعوش ضحاياهم على أكتافهم غضب يعم الناصرية بعد الحصيلة الثقيلة لأعداد القتلى هذا الغضب دفع جموع المتظاهرين لعبور الجسور الأربعة التي تربط شطري الناصرية أحرقوا مقر فوج الشرطة الأول وطوقوا مبنى قيادة الشرطة واشتبكوا مع القوى الأمنية وفي بغداد العاصمة لم تهدأ المواجهات وتحديدا في شارع الرشيد ألاف من المتظاهرين توافدوا من العاصمة والمحافظات الأخرى إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في تظاهرة في جمعة حملت عنوان سحب الشرعية اكتبت الساحة بأعداد غير مسبوقة من المتظاهرين للاحتجاج على استخدام الحكومة لما وصفوه بالقتل الجماعي في الناصرية والنجف وشارع الرشيد الذي تحول إلى ساحة حرب أعداد الجرحى والقتل تزداد كل يوم ويزداد معها إصرار المحتجين على مواصلة حراكهم الشعبي الذي يطالب برحيل حكومة يقولون إنها تتمسك بالمناصب بدعم إقليمي ويحملونها مسؤولية وصول البلاد إلى هذا الحال طارق ماهر العربي بغداد دوليا طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش السلطات العراقية بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين كما طالب بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسمه استيفان دوجاريك بالتحقيق العاجل في جميع أعمال العنف وأعرب الأمين العام في بيانه عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات وينضم إلينا من البصرة الصحفي مازن الطيار سيد مازن كيف هو المشهد الآن في مدن الجنوب بعد إعلان عبد المهدي نيته الاستقالة وتحديدا بعد الأحداث الدامية التي شهدتها كل من النجف والناصرية بالأمس عمتم مساء وأهلا وسهلا بكم بالتأكيد في محافظة البصرة منذ يوم أمس طغت أحداث محافظة الناصرية على محافظة البصرة ومحافظات الفرات الأوسط ما حدث يوم أمس في محافظة ذيقار هي جريمة حقيقية بحق المتظاهرين حيث أطلقت القوات الأمنية النار من أسلحة ثقيلة وفق ما أفادت مصادر طبية وما استخرج من أجساد المصابين في المحافظة أكثر من 46 شهيد سقطوا في محافظة الناصرية دفع هذا الموضوع على ما يبدو رئيس الوزراء إلى التفكير بتقديم استقالته بشكل فعلي بعد الضغوط العشائرية التي مارسها أهالي الضحايا وعشائرهم حيث حاصروا المنتسبين للشرطة في محافظة الناصرية في مبنى قيادة شرطة البصرة وأجبروا قائد شرطة الناصرية أبو الوليد على تقديم استقالته اليوم وكذلك قابل طبعا البصريون والمتظاهرون في المحافظات الأخرى خبر تقديم استقالة من قبل رئيس الوزراء بفرحة كبيرة باعتبار أن هذه خطوة أولى لانتصارهم وليتحقيق أولى مطالبهم هل يعتقدون الآن أن الاستقالة فعلا باتت أمرا واقعا لا محالة أم ربما التجاذبات بين ربما مراكز القوى الداخلية وأيضا الإقليبية تدفع على ذلك عدل عبد المهدي وأيضا البلمان إلى مراجعة قرار الاستقالة بالتأكيد هو قرار الاستقالة لا يشكل فرحة كبيرة باعتبار أن المتظاهرين لا يريدون الاستقالة فقط هم يطالبون بمطالب أكبر يطالبون بحل البرلمان إزالة هذه الطبقة السياسية بأكملها من المشهد السياسي العراقي وهذا المطلب كان منذ بداية التظاهرات في واحد تشرين الأول وحتى هذا اليوم هناك متظاهرون يطالبون بأن يتولى أشخاص غير مشتركين بالعملية السياسية في إقامة حكومة انتقالية وإقرار قانون للانتخابات بعيد عن هذه الطبقة وهذه الأحزاب التي يرونها بأنها لم تعد لها مصداقية ولا تشكل أي فارق في أي قرار يتخذونه في محافظة البصرة أو بغداد أو أي محافظة أخرى شكرا جزيلا لك مازن الطيار الصحفي من البصرة